موسيقى أهلا بكم أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية أن المجالس التشريعية الخليجية تعتبر داعماً أساسياً ومهماً لجهود الحكومات في دول مجلس التعاون في مكافحة فيروس كورونا من خلال سن القوانين التي تتوائم وتعزز دور الجهات المعنية في الحد من انتشار الفيروس وفي الوقت نفسه ضمان استمرار الخطط التنموية والتطويرية التي تعتمدها دول الخليج لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للدول والشعوب الخليجية موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدين حول هذا الموضوع بيسرونان يكون معنا في الستوديو سعادة العضو خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وكذلك سعادة النائب علي عيسى إسحاقي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مساكم الله بالخير وإهلا وسهلا بكم يهلا وسهلا بكم طبعا كان هناك الاجتماع التنسيقي وأعتقد مثل كل الاجتماعات أو القمم أو اللقاءات ربما موضوع جائحة كورونا وتأثيراتها هو المسيطر على كل هذه الاجتماعات سواء التنسيقية أو في مختلف الدول لا شك أن الاجتماع التنسيقي أيضا تناول موضوع جائحة كورونا وكيف يمكن لدول الخليج أن تتعامل معه وتخفف من أثاره سواء الاقتصادية أو الاجتماعية ولربما حتى عكاساتها السياسية بسم الله الرحمن الرحيم أنا الحقيقة أن أشكركم على هذه الاستضافة وكان المغرر أن يعقد هذا الاجتماع التنسيقي واجتماع الرأساء في مارس من الماضي في الرياض ولكن بسبب الظروف وبسبب جائحة كورونا تم تأجيل هذا الاجتماع حتى يوليو من هذا الشهر كان مفترض أن يعقد في الأول والثاني من شهر يوليو تأجل أيضا أسبوعين بسبب الأوضاع ومعرفة ما تستقر عليه الأمور في جائحة كورونا فبالتالي تم عقده افتراضيا عن بعد وهذه الدورة ترأس دورة الإمارات العربية المتحدة وكانت لدى سلطنات عمان فالآن أخذت الدورة دورة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في المجلس الوطني الابتحادي وطبعا سؤالك هو كيف يمكن المجال السريع أن تتعامل مع هذا الوضع هل ذكر في الاجتماع هل تطرقتم له خاصة أنه حديث الساعة يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوضع هذا الموضوع على الرف وهو الآن حديث الساعة كما تفضل وبالتالي فأن المجالس التشريعية سواء كانت في البحرين أو في الدول الأخرى الخليجية أيضا استطاعت أن تتعامل مع هذا الوضع من خلال عقد الاجتماعات الدورية للمجالس أيضا حتى الاجتماعات الأسبوعية كانت البحرين سباقة في عقد اجتماعات المجلس افتراضيا من خلال الأونلاين بطريقة الإلكترونية وكان هناك من يتخوف ولكن الحقيقة استطاعت هذه الدول والبحرين على رأسها أن تتعامل مع هذا الوضع حقيقة وحقق نجاح منقطع النظير كل دول الخليج أيضا حذت هذا الحذب والمجال الستشريعي اليوم يعني تعقد اجتماعات سواء كانت الداخلية أو الاجتماعات أيضا حتى الدولية والإقليمية تعقد دائما في هذا الوقت بتحديدا افتراضيا عن بعد سيد إيسا يعني كيف نظر المجتمعين في هذا الاجتماع التنسيقي لأهمية توحيد الجهود في مكافحة آثار جائحة كورونا خاصة الاقتصادية تحديدا هل تطرقتم لا؟ لأن اليوم نشوف احنا القوة للتكتلات والاكتحاد الأوروبي أخرج قبل يومين قرارا بحزمة مالية كبيرة جدا من أجل التعافي ومن أجل التعامل مع آثار جائحة كورونا ما الذي تم الحديث عننا في الاجتماع؟ طبعا بدايت باستصحيح أن اسمع علي عيسى أسحافي باستصحيح بخصوص هذا الموضوع أنا أعتقد أننا كان مجال استشريعية كان طبعا كنا بشكل كبير مركزين على هذا الموضوع خاصة الجانب الاقتصادي هو الجانب الأهم صاير في الواطن لأن كثير في الاجتماع أو في كل الاجتماع سواء كان محلية أو مع الإخوان في الدول كان شنو ما بعد كورونا فإحنا كداولة والله الحمد أنها خيادة واعية دائما تنظر للأمور قبل حدوثها وهذا سيد سمو ولي العائد تبنى أو تمسك الملف هذا كان صباق في اتخاذ الخطوات الاحترازية فيها فقدرنا نكون صباقين في هذه الأمور وقدرنا نحاقض على استقرار جميع الأجهزة في البلد من ضمنها الجهاز التشريعي في البلد اللي قدرنا نحن اليوم المواصلة وعدم المقطع في كثير من الدول وقفت العمل سواء من التشريعية أو الأعمال الأخرى نحن لا قدرنا نواصل وهذه الأمور دخلت الأمور تمشي بسلاسة عندنا وتساعد التشريعات لما مساعدة تكون للحكومة في تنفيذ أجنداتها في التعامل مع الأزمة وأعتقد أكثر التشريعات كانت والمقترحات اللي اطلاعات كانت تصب في الناحية الاقتصادية اللي تساند المواطن فلله الحمد احنا اليوم سواء كان على المستوى الخليجة أو المحل اللي قدرنا نقطع شوط كبير في دعم المواطن من خلال الخطط الموضوع ومن خلال التشريعات اللي انواطعت في الفترة الأخيرة والمقترحات نعم جميل أستاذ خميس هل ناقشت في الاجتماع ما هو الدور المطلوب من السلطة التشريعية لدعم جهود الحكومات الخليجية في مكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا بالضبط يعني الحقيقة كما تفضل زميلي جهود صاحب السمو سيدي ولي العهد الحقيقة جهود كانت جبارة في التعامل مع هذه الجائحة حتى قبل أن تصل إلى البحرين يعني وكان في أكثر من اللقاء كان يقول بأن البحرين هي جزء من العالم وطالما أن العدوى بدأت في كثير من الدول فهي الآن تسحف إلى مناطق كثيرة وكما توقعت البحرين ويعني جاءت العدوى وصلت إلى البحرين وتعاملت معها كان لديها استعداد تام لذلك وأيضا سؤالك الحقيقة كان هو كيف سلطة تشريعية العمل يعني لا أدل على ذلك أن جرت العادة في الاجتماعات الخليجية أن يختار أو يرفع إلى أصحاب المعالي ثلاث موضوعات تلامس هموم المواطن الخليجي هذا العام تم رفع ثلاث مخترحات بموضوعات مشتركة تلامس هموم المواطن الخليجي أحدها وهو على رأسه وتم اختيارا من قبل أصحاب المعالي رأسها المجالس وهذا الموضوع هو السياسات المشتركة للدول الخليج ما بعد كوفيد هذا المخترح هو مخترح في الأصل هو مخترح من دولة الإمارات العربية أيضا هناك مخترح للمملكة البحرين وهو دور المجالس في دعم في تحفيز النمو الاقتصادي في هذه الدول وأيضا هناك موضوع لدولة الكويت هو دعم صغار المبادرين الخارجيين هذا الموضوع لا يمكن بأي حال محوال أن يستثنى من هذا الموضوع خصوصا أنه الآن هو فيروس كورونا وهو حديث الساعة لا يمكن التجاوز والقفز إلى موضوع آخر فتم اختيار هذا الموضوع ليكون الدولة المنظمة أو دولة ترأس هذه الدورة تعقد ندوات وتعقد عادة اجتماعات مشتركة لتقديم الأراء التي تصب في مواجهة أو في مساعدة الحكومات في مواجهة هذه الجائحة الحقيقة هذا الموضوع تم دمج هذه الثلاث موضوعات في مشروع واحد وهو الذي سوف يكون موضوع هذا العام بالتأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة لديها استعداد كامل كما للدول الأخرى لتنظيم ندوات وذقاءات تستطيع من قبلها تقديم مبادرات وتقديم رؤى لمساعدة السلطات التنفيذية في هذه الدول في كيفية التعاطي مع هذا الموضوع وهو جائحة كورونا سيد علي يمكن التعافي ما بعد كورونا هو الشغل الشاغل للعالم كله اليوم نحن نتعامل مع هذا الفيروس نتعايش مع آثار الاقتصادية التي طالت العالم كله ولربما الاقتصاد هو الجانب الأكثر تأثرا بكورونا ولكن لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة والحالة الاجتماعية وما إلى ذلك البحرين اقترحت تحفيز النمو الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا هل كان هناك مرئيات معينة طرحتها البحرين أنا أتطرق أول شيء بتكمل ما تفضل في أستاذ خميث فيما يخص دور المجالس في التشريع هنا أعتقد المتعارف عليه دور المجالس دائما تكون الند بالند مع السلطة التنفيذية السلطة التشريعية طبعا من خلال الأدوات الموجودة سواء كان التشريعية أو الرقابية ولكن خلال من الأزمات نفس في أوقات أي أزمة ومثل ما نحن فيها من الأزمة لازم الأمور تكون مختلفة تكون عامل مساعد للحكومة هو في كل حالات المصلحة واحدة وهذه أنا شخصيا دعمت من أول اجتمع وقفت وتحجدت في المجلس يا جماعة نحن اليوم لازم نخف لأنه في بعض من الأخوان كان رافعتون لازم نحاصب لازم نخف وفيه جهاز تنفيذي قاعد يعمل برأس السمو والعاد أحدث عن إعادة الأولويات يعني ترتيب الأولويات نحن نكون مصاندين نستخدم القوة الناعمة في تعاملنا مع الحكومة ولكن نكون مراقبين جيدين في هذا الوقت نشوف عمل الحكومة لما بعد أساس نستخدم كل الأدوات مع المقصرين الموجودين لأن في الأزمات بين لك نوعية القيادات الموجودة فأنت دورك اليوم تساند كثر ما تقدر مع المحافظة على مكتسبات المواطنين ولكن ما بعد الانتهاء يتم تستخدم الأدوات للمقصرين تقييم الذي حدث دراسته نعم فيما يخص ما اتطرقت له من خلال الاجتماع أمانة لم تطرقنا لا أنا أعتقد في الاجتماع القادم أكيد يتم تطرق ولكن نكون هناك في لجنة الشؤون المالية والتصادي في المجلس نعم نحن دائما على تواصل مع وزير المالية في هذه القصوص ونشوف شنو التشريعات اللي في هالوقت اللي ممكن ندعم فيه فإلى الآن اليوم نحن لم نصل إلى مرحلة التعافي على أساس نوضع الخطط اليوم نحن لاحن الدماج ما وصلنا له وين الدماج بالضبط أو شكثر وصلنا له على أساس نقول والله هنا نبتد حين نتعافى ففي تريث من الحكومة في اليوم قبل يومين طلع الدعم الحكومي مرة ثانية للمواطنين في أعمالهم في الحزم الجديد اللي طلعت لشريحة معين من المواطنين لأن اليحين ما وصلنا للمرحلة التعافي نحن اليحين فيه أضرار يعادتي من الكورونا أنا أعتقد في نهاية الأزمة بتم طرحها سواء كانت التشريعات أو الاقتراحات سواء داخل داخلية أو خلال الأخوان في المجلس لكن هدف تحفيز النمو الاقتصادي والتعافي ما بعد كورونا هو ما تطرق إليه في هذا الاجتماع التنسيقي كيف وجدتم في مجلس النواب وفي اللجنة المالية والاقتصادية الحزم المالية الحزم الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الموقرة للحزمتين الأولى والثانية للتخفيف من الأثار الاقتصادية وتسيير الأعمال ودفع الاقتصاد ومحافظة عليه وعلى الأعمال وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما إلى ذلك يعني دعم المواطنين من خلال الحزمتين كيف وجدتموه؟ وهل تم استعراضة في مثل هذا الاجتماع؟ والله أمانة نحن طبعا في اجتماعات نطرح تجارب البعض وهذا الشيء المستفيد لما تكثر الاجتماعات بين الأخوان الخالجين فتنحط لتجارب الدول وأنا أعتقد أننا كنا سباقين في دعم سواء التجار أو دعم المواطنين الحكومة أمانة والقيادة الله يحفظه كانوا جدا لدرجة كبيرة وعيين لأضرار قبل حدوثها فتم تقديم الدعم في بعض من كان يقول أنتم استعيلتوا في تقديم الدعم كان مفروض الدماج يصير بعدين يقدم الدعم نحن قبل ما يكون أي ضرار يعني دراسة الوضع ما بعد الضرر وتقييمه وتقييمه وتقديم الدعم فيما بعد لكن هنا القيادة الله يحفظه وعلى رأسهم سيدي جلالة الملك ما انطروا أن المواطن مثلا يفقد عمله وبعدين يتم دعمه للرجلاء دعموا الشركات على أساس محافظة على المواطن في عمله دعموا التجار على أساس النمو الاقتصادية على أساس التجاري ما سكروا التجارة إلا الأماكن التي ممكن تضرر المواطن فيها من خلال التجمعات التي ممكن يكون فيها مردودة الصحيسة فلله الحمد أعتقد أننا محسودين على طريقة تعاطيننا مع الأزمة ونتمنى أن نستمر بنفس الفكر سواء من الحكومة أو من المواطنين وإن شاء الله بنعديها بخير يعني كيف يمكن المجالس التشريعية أن تتعامل مع الواقع الحالي في ظل كوروان مثل ما تفضل الأستاذ علي كان لهم نظرة حتى كيف نتعامل مع الحكومة الموقرة والسلطة التنفيذية يعني هم دورهم رقابي تشريعي ولكن أيضا المصلحة الوطنية ووضع الأولويات وعادة ترتيبها سلطة التشريعية كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ السلطة التشريعية كانت شريك أساسي وفاعل مع السلطة التنفيذية في مواجهة كورونا يعني كما تعلمون وكما تفضلت وتفضل الأستاذ علي يعني هناك مشروع قانون مررت السلطة التشريعية أو أكثر من مشروع قانون مرت في نهاية دور العقاد بتكفل الدولة برواتب الموظفي في القطاع الخاص تم استقطاع مبلغ من صندوق التعطل أيضا وتحمل الدولة تكاليف استهلاك الكهرباء والماء لثلاثة أشهر ثم تم تجديد إلى ثلاثة أشهر أخرى أيضا هذه تمرير المشروعات بالسرعة التي كانت فيها أنا أعتقد من تنظري الشخصية أنها هي مبادرة من السلطة التشريعية بمساعدة الحكومة في التعامل مع هذا الموضوع بجد أيضا الدولة سيدي صاحب الجلالة قبل يمكن أسبوع أسطر أربعة أو خمسة مراسيم من ضمن هذه المراسيم هو أيضا استقطاع مبلغ من صندوق الأجيال لتحمل تكاليف خمسين بالماء من رواتب القطاع الخاص هذه كلها أيضا أخدمت عليها الدولة حتى المساحة للقطاع الخاص في تحمل الآثار الاقتصادية الكبيرة الحقيقة ونت كما تفضلت قلت أن أكبر متضرر هو الاقتصاد وفعلا اليوم لو لم تدعم هذه الغطاعات الاقتصادية وقطاع المقاولات وقطاع المؤسسات الخاصة لكان الحقيقة الوضع مأساوي جدا ولله الحمد كانت سيدي صاحب الجلالة واعي لهذه الموضوع وتحملت الدولة تكاليف ثلاثة أشهر الموظفة في القطاع العام الخاص بالكامل أيضا وكما أسلفت الآن ثلاثة أشهر أخرى استحمل خمسين بالمئة قبل قليل أيضا تأشرت إلى أن هناك حزمة مالية كبيرة في الاتحادة الوربية أعلنها للمهاد المواجهة البحرية كانت سباقة حتى قبل كثير من الدول والدول الكبرى فهذه كلها حقيقة كان للتعاون المفترض أن يتم بين السلطة الشعي و السلطة التنفيذة وفي هذا الوقت تحديدا ويمكن أن نأكد ما تفضل فيه الأستاذ عريقا بقريب أن البحرين لم تنتظر أن يأتي الضرر وأنها قامت بحزمة أولى واسعة شملت الجميع وربما شملت حتى من ربما لم يتضرر بشكل مباشر ثم جاءت الحزمة الثانية أكثر استهدافا للفئات الأكثر ضررا وبالتالي كانت لها دور كبير في أن نحن ما زلنا أو لا الحمد نتعاطى بشكل إيجابي قدر المستطعم هذه الجائحة التي لم يسبقا شاهد العالم في تاريخ الحديث شيء مقابلها أو مشابه اليوم إذا كنا نتكلم عن التكامل الاقتصادي وما إلى ذلك أيضا التكامل التشريعي مهم جدا في المرحلة القادمة كيف يمكن أن يتم هذا التكامل بين دول مجلس التعاون لجهة تخفيف هذه الأضرار والعودة إلى النمو إن شاء الله المستقبلي طبعا التكامل يحتاج إلى التواصل يعني لا يمكن أن نتكامل في عمل ما بدون ما يكون في تواصل مستمر فالنقطة الأهم في الموضوع أن الاستمرارية تعقدها لاجتماعات بين أصحاب معالي الرؤساء المجالس التشريعية الخليجية واللجان الموجودة هذه تنقل لأن المجالس هذه تنقل صوت الشعب ليس صوت الحكومات فالمهم لما تلك اليوم تلقح هذه الأصوات في تشريعات متفق عليها وترفع للحكومات تقريبا نفس النمط يكون معه أن كل دولة فيها بعض الخصوصيات ولكن مشاكلنا مشتركة وهمومنا مشتركة في دول الخليج وقدرنا واحد فتواصلنا مع بعض عقد هذه الاجتماعات عدم توقف مهما كانت الأزمات الموجودة هذه يجعلنا نوصل للتكامل بشكل أسرع بالأضافة نفس ما تنفي الاجتماع الأخير الاتفاق على تشكيل اللجنة مع الاتحاد اللجون الأوروبي هذا يكون عامل مساعد لما أنت تستفيد من الدول المتقدمة عليك البرلمانات الخليجية حديثة تعتبر مقارنة مع الدول الأوروبية اللي مغاة السنين وصلت اليوم اليوم لما تبتدي أنت تقعد معهم متواصل على طول وهذا ما تم تأكيد عليه من خلال الاجتماع أصحاب المعالي الرؤساء بيتم العمل من حيث ما وصلوا إليه الجماعة في أوروبا فأنت بتروح جدام لأنه قاعد تستفيد من الخبرات اللي متقدمين عليك فهذه كلها بيخليني نوصل للتكامل في أسرع وقت وبأسهل الطرق بيكون وإحنا أعتقد الأرضية مهيئة عندنا أصحاب السمو الأمراء والملوك الخارجية هيئة الأرضية واليوم الأمور سهلة للوصول للتكامل فاليوم ما بيبقى إلا إحنا كشعوب بشوين نتحرك بشكل أسرع بفعالية أكثر بإيجابية أكثر للوصول إلى التكامل يعني هذا التكامل المنشود ويمكن لي ربما في وقت الأزمات ووقت الصعوبات والتحديات يكون الحديث عننا أكثر وربما الحاجة إليه أكبر كان موجود حتى منذ يعني البيان التأسيسي لدول مجلس التعاون البند الرابع هو التكامل وصولا إلى الاتحاد اليوم إحنا في حاجة ماسة لهذا التكامل لأن التحدي كبير اقتصادي ربما بسبب جاعة كورونا ولكن أيضا هناك تحديات اقتصادية أخرى بنزول أسعار النفط وما إلى ذلك تحديات سياسية تفرضها وضاع المنطقة كثير من الأمور اليوم محتاجين فيها للتكامل سواء تشريعي أو غير أستاذ خمسة الاجتماعات الوزرية التي تعقد بين الفترة والأخرى طبعا كان هدفها هو إيجاد قوانين استرشادية وهناك فعلا في قوانين استرشادية خليجية بعضها ذا شأن اقتصادي بعضها ذا شأن اجتماعي بعضها ذا شأن أمني وهي قوانين طبعا استرشادية ولكن ليست بضرورة أن كل القوانين ما يمكن تطبيقها على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية يمكن تطبيقها في البحرين حفاظ على الخصوصية المملكة العربية السعودية دولة كبيرة جدا لها ثقة لها السياسي ولها ثقة لها الاقتصادي سواء كان إقليميا أو حتى دوليا يعني المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة السابع عشر عالميا من حيث النمو الاقتصادي ولذلك وضعها مختلف جدا لها طبيعة خاصة لكن دول الخليج تستطيع أن تأخذ كثير من المملكة العربية السعودية وكما أشرفت هناك قوانين استرشادية تساعد على نمو أو على التكامل التشريعي بين هذه الدول كثير من القوانين مررت السلطة الشعرية هي قوانين استرشادية وافق عليها الاجتماعات الوزارية التي تعقد وهي ذات شامل كما أسلفت أمني وسياء واجتماعي واقتصادي وأمور أخرى كثيرة والقوانين ترى أيضا في كل دور من دور العقاد تقوم السلطة الشعرية بتمرير أحد القوانين الاسترشادية التي هي تكون تجمع بين دول الخليج هنستطيع أن نقول اليوم أن دعم جهود الدول والحفاظ على مكتسبات المواطنين هي أولويات السلطة التشريعية أكيد أكيد والكل يشتغل بنسر اتجاه وهذه أنا أقول لبنفهم المليان من الناس ما يقولون وأنا إذا قاعد في مكان اليوم قدر يعني الشعوب أو المواطنين شنو يتحجون شوفوا السلطة التشريعية تحركها وصوتها يرتفع بنفسها وهي نبين أن أنت قاعد تمثل صوت الناس وتطلعات الناس أنا أعتقد نعم لتفضل فيه أكيد اجتماع رؤساء من جالس التشريعية البرلمانية متى من المتوقع أن يكون؟ هو كما أشرت قبل غليل أتلك أنه جرت العادة أن يكون اجتماع الرؤساء في نوفمبر من كل عام نعم وينتقل هو الأصل أن يعقد قبل اجتماع القادة لأن هناك في بعض الأحيان هناك بعض المذكرات وبعض الاختراحات يرفعها أصحاب المعالي رؤساء المجال التشريعية للقادة لنظر فيها أو توجيه بإدرسة بعض المختلفات أو إقرارها إذا كان أمكن ذلك وبالتالي وهم أيضا يلتقون بالقادة عادة في مثل هذا في الدولة التي تصدف اجتماع القادة بسبب الظروف السياسية وبسبب الظروف أيضا الصحية التي فرضت جائحة كورونا تم تغير في الموعد لقاء الرؤساء كان المفترض أنه عقد في مارس الماضي عقد في يوليو أنا أعتقد بأن حسب الجدول المعد هو يجب أن يكون في نهاية نوفمبر أو في بداية ديسمبر من كل عام إن شاء الله بإذن الله الله يبارك جهودكم إن شاء الله في خدمة أوطاننا إن شاء الله وشعوبنا وقياداتنا يعطيكم العافية وشكرين لكم حضوركم مرة ثانية حياك الله كما أشكركم مشاهرين الكرام على حسن المتابعة نلتقي في حلقات قادمة في أمانك اشتركوا في القناة